ضيقت ميليشيا الحوثي الخناق على تجار وهذه المرة بذريعة دعم صندوق المعلم الذي أقحم اسمه لنهب تجار ورجال الأعمال في حين بات حال المعلمين مع الميليشيا الحوثية كالأيتام في موائد اللئام مصادر محلية أكدت أن القيادات الحوثية المسيطرة على ما يسمى صندوق دعم المعلم وجهت المئات من الرسائل والخطابات إلى شركات تجارية ومصانع ومؤسسات خاصة تطالبهم بدفع ما عليهم من جبايات تحت مسمى ضرائب دعم المعلم وهددت المتخلفين بالإغلاق وسحب التراخيص والأرقام الضريبية وانعكس ذلك في الإضراب المتواصل لعشرات مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية جراء رفع ضريبة دعم صندوق المعلم ليس إلى ضعفين بل إلى عشرين ضعفا ناهيك عن احتجاز شاحنات المواد الخام في المنافذ الجمركية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها مضطر المصانع إلى إغلاق أبوابها وتسريح آلاف العاملين فيها وينذر بأزمة عدم المياه المعدنية كون الكمية المتبقية في المخازن شارفت على النفاذ الحملة المسعورة ضد تجار ورجال الأعمال يتزعمها شقيق زعيم الميليشيا والمعين في منصب وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي وكذا المدعو حسين عامر جبل المعين في منصب مدير صندوق دعم المعلم حيث يستغلون نفوذهم باسم الصندوق لأغراض الابتزاز وخنق التجار من أجل إجبارهم على دفع أموال باهظة المعلم الذي يعيش في ضنك وفاقة استخدمته الميليشيا كسوط لجلد تجار ورجال الأعمال بأموال تقدر بعشرات مليارات ريالات سنويا وبمقدورها صرف مرتباتهم المنقطعة منذ تسع سنوات والحوافز والعلاوات التي يطالب بها نادي المعلمين لإنهاء الإضراب الذي أعلن عنه بداية الشهر لكن ميليشيا الحوثي لم تستجب لتلك المطالب وذهب نصيب المعلم لقيادات الميليشيا والنافذين فيها وليس للمعلم منه حظ ولا نصيب ترجمة نانسي قنقر